أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تباوك الذي بيديه الملق وهو على كل شيء قديم الذي خلق الموت والحياة ليبدوكم حيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباق ما ترى في خلق الرحمن منها تفاوت فارجع البصر أل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسيب ولقد سينا السماع الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعطدنا لهم عذاب الصعيم وللذين كفروا بربهم عذاب جنم ومئس المصير إذا ولقوا فيها سمعودها شهيخا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فرج سعى لهم خزنتها ألم يحتكم نذيك قالوا بلى قد جاءنا نذيك فكربنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو ناقل ما كنا في صحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فصحقا لي صحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر ما كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا بالرسق وإليه المشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاشبا فستعلمون كيف نذين ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكين أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جمعد لكم ينصركم من عدون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يوزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطب وغفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على شراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفيد قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة راسعة وجوه الذين كفروا كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تتدعون قل أرأيتم إن أفلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يحتيكم بماء معين